اهلا وسهلا بكم في قناة بوسي كوروشي هنعمل مع بعض النهاردة حامل هنستخدم معي خيط الكليم بطريقة صعدة وبسيطة ومش بياخد وقت كتير ومش بياخد برضو خيط كتير استخدمت الخيط الكليم ده خيط الكليم المصري العادي هستخدم معي الخيط ده إبرا مقاش تسعة اشتغل الدايرة السحرية واشتغل ارتفع سلسلة بعد كده هشتغل جوه الدايرة الحلقة اللي تكونت دي عشرة قرطة حشو واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر يبقى اشتغلت الدايرة السحرية وبعد كده ارتفعت سلسلة اشتغلت جوه الدايرة عشرة غرزة حشو هقفل الدايرة وهروح عند اول غرزة حشو اشتغلتها واشتغل فيها غرزة منزلقة انا السلاسر بارتفعها مش بدخل فيها باشتغلها في الادوار سبطة انا مش بدخل فيها دلوقتي هرتفع السلسلة انا معي هنا في السلسلة ده عشرة غرزة حشو نهاية الراوند التاني هيكون معي عشرين غرزة حشو انا هشتغل فيه كل غرزة حشو هشتغل فيها غرزتين حشو هدخل في اول غرزة وهشتغل فيها اثنين غرزة حشو كده واحد في نفس المكان هدخل وعمل كمان واحدة في اللي بعديها برضو هشتغل فيها اثنين غرزة حشو واحد هدخل في نفس المكان وعمل كمان واحدة واللي بعديها هشتغل فيها اثنين حشو واللي بعديها هشتغل فيها اثنين حشو واللي بعديها هشتغل فيها اثنين حشو هافضل ماشي كده بنفس الطريقة ان انا هشتغل فوق كل غرزة غرزتين حشو في نهاية الراوند ده يكون معي عشرين غرزة حشو هدخل فيها نهاية حشو وارجعلو كتير وسلت لانهاية الدور اشتغلت فوق كل غرزة حشو وغرزتين حشو كون معي فانهاية الراوند ده ستكون معي عشرين غرزة حشو هروح اند اول غرزة حشو اشتغل فيها غرزة منطلقة هاشتغل الراوند الثالث وهرتفع سلسلة هدخل في نفس المكان واشتغل غرزة حشو واحدة الغرزة اللي بعديها اشتغل فيها 2 غرزة حشو يبقى السطر ده هننشيها نشتغل في غرزة هنعمل فيها غرزة حشو واحدة والغرزة اللي بعديها هنشتغل فيها 2 غرزة حشو هنكان معيه في نهاية الراوند اللي فات 20 غرزة سلسلة في نهاية الراوند ده هيكون معيه 30 غرزة حشو يبقى السطر ده بنمشيه ازاي؟ في غرزة بنعمل فيها غرزة حشو واللي بعديها بنشتغل فيها 2 غرزة حشو غرزة بنشتغل فيها غرزة حشو واحدة واللي بعديها بنشتغل فيها 2 غرزة حشو في غرزة بنشتغل فيها غرزة حشو واحدة واللي بعديها بنشتغل فيها 2 حشو بالشكل ده كده هنكمل بنفس الطريقة الحد ما وصل لنهاية الدور وهرجع له كتين اشتغلت بنفس الطريقة الحد ما وصلت لنهاية الدور تكون معي 30 غرزة حشو هروح هنتأول غرزة حشو وهشتغل فيها غرزة منزلقة دلوقتي هنكتري في حجم القعدة كده لو انت حابة تكبريها عن كده السطر اللي بعد كده بتعملي في غرزتين غرزة حشو غرزة حشو والتالتة بتعملي فيها التزايد اللي هو غرزتين حشو ولو حابة تكبري كمان سطر بتعملي ثلاثة غرز حشو فرضي وفي الرابعة بتعملي الزوجي حتى ما توصلي الحجم القعدة اللي انت عاوزيها انا هكتفي بحجم القعدة ده هنشتغل اللي هو الاسطر بتاعة الحمل بقى اللي هي الفوق وهشتغل سلسلة انا عندي هنا فتلتين في فتلة امامية وفي فتلة خلفية انا هشتغل في الفتلة اللي هي الجوة دي وهسيب الفتلة اللي برا بعد ما اشتغلت السلسلة هشتغل في الفتلة اللي جوة هشتغل فيها غرزة حشو وهشتغل في الفتلة اللي جوة بس انا في الراوند اللي فت كان معيه تلاتين غرزة حشو في الراوند ده برضو هيكون معيه تلاتين غرزة حشو يبقى احلى نشتغل في الفتلة اللي قواب نسيب الفتلة اللي بره بتتي الشكلي ركب كده تكون معايا هو بتاع الحامل يبقى بنشتغل فين بنسيب الفتلة اللي بره بنشتغل في الفتلة اللي قواب نشتغل فيها غرزة حشو عادي هاكمل بنفس الطريقة لحد ما وصلت لنهاية الدور وهارجع لكم دين اشتغلت بنفس الطريقة لحد ما وصلت لنهاية الدور وتكون معايا بردو 30 غرزة حشو تدي تكون الغرز اللي بره اللي احنا سبناها هتدي الشكل ده كده دلوقتي هروح عند اول غرزة حشو اشتغلتها وهيشتغل فيها غرزة منزلقة هنتقل للسطر التاني وهيشتغل سلسلة انا مش هشتغل في غرز الحشو انا هشتغل في الفراغ اللي تحت ده اللي هو هنا في السطر اللي تحته خالص ده يبقى انا هسيب غرز الحشو خالص وهنزل اشتغل في الفراغ ده وهشتغل غرزة حشو عادي هنزل للفراغ اللي تحت وهيشتغل في غرزة حشو عادي هروح للفراغ اللي تحت وهيشتغل غرزة حشو عادي الدور ده كله هنمشي بنفس الطريقة ان انا بشتغل في الفراغ اللي تحت اللي هو هنا بعد الفتلة اللي احنا كنا بنسيبها اللي هي الفتلة الخارجي بدخل في الفراغ اللي بعد فيها ده وبشتغل فيه غرزة حشو عادي ومشدش الخيط علشان الخيط بيطلع على الغرزة بالشكل ده كده هدخل في الغرزة برضو من تحت واشتغل فيها غرزة حشو عادي هكمل بنفس الطريقة لحد ما اوصل لنهائية الدور وهارجع لكو تين هفضلت شغالة بنفس الطريقة طبعا مش هننسى الغرزة دي هندخل فيها دي هتكون الغرزة الثلاثين ونعد برضو الغرز علشان لو كنوا تأكدين ان عدتهم ثلاثين عشان ما نتلغباطش طبعا انا وصلت لنهائية الدور وتكون معي 30 غرزة حشو هروح هندأول غرزة اشتغلتها وادخل فيها واشتغل فيها غرزة منزلقة هنشتغل السطر اللي بعد كده وهنرتفع سلسلة وهنشتغل غرز حشو عادية انا هدخل في كل غرزة واشتغل فيها غرزة حشو وارجع لو كتين وادخلت شغالة بنفس الطريقة غرز حشو عادية لحد ما وصلت لنهائية الدور وتكون معي 30 غرزة حشو هروح اندأول غرزة حشو اشتغلتها لو انتي حابة تكملي باللون ده عايزي انما انا هنغير اللون فاروح اندأول غرزة وادخل فيها هقص الخيط الاصفر واسحب اللون التاني اللي انا عايز ادخله انا لما دخلت في الغرزة ما سحبتش الخيط الاصفر انا اسحب اللون الجديد واطلع به من هنا ومن على الحلقة اللي على الابرة كمون واربط الخيطين في بعض واربط الخيطين في بعض وارتفع سلسلة اخدهم معي تحت الشغل انا اشتغلت السطر اللي فات غرزة حشو عادية فوق كل غرزة هعمل غرزة حشو دلوقتي هنزل اشتغل في الغرزة من تحت مش هشتغل في غرزة الحشو هشتغل في الغرزة من تحت بعد ما اشتغلت سلسلة هنزل تحت وانشتغل غرزة حشو عادية تانية نحن قلنا في السطر بنشتغل فيه ورس حشو عادية والسطر بندخل في غرزة الحشو نفسها نبقى ندخل في الغرزة من تحت هن ونشتغل غرزة حشو ندخل في الغرزة نفسها وبنشتغل غرزة حشو ندخل في الغرزة من تحت وبنشتغل غرزة حشو ندخل في الغرزة من تحت وبنشتغل غرزة حشو ندخل في الغرزة من تحت وافضل مشى كده بنفس الطريقة لحد ما وصل لنهاية الدور ان انا بدخل في الغرزة من تحت وبشتغل فيها غرزة حشو هكمل لاخر الدور بنفس الطريقة وهرجع لكم تاني. وفضلت شغالة بنفس الطريقة لحد ما وصلت لنهاية الدور وادت معي الشكل ده شكل جميل قوي وهروح عند اول غرزة اشتغلتها واشتغل فيها غرزة منزلكة. السطور اللي بعد كده بقى اشتغل عادي ارتفع سلسلة واشتغل حشو. كله غرزة اشتغل فيها غرزة حشو. يبقى انا هشتغل بعد كده السطر حشو عادي وسطر هدخل في الفراغ اللي تحت. هرتفع لحد ما وصل للحجم اللي انا عاوزيه بنفس الطريقة ان انا باشتغل السطر بعمل فيه غرز حشو عادية والسطر اللي بعديه بدخل في الغرزة من تحت. مش بدخل في الغرزة نفسها. وهكمل لحد ما وصل للارتفاع اللي انا عاوزيه. وهرجع لكو تاني. اواريكو هنقفل الدور ازاي. وفضلت شغالة بنفس الطريقة. لحد ما وصلت لنهية السطر ان انا ارتفع. كده اجمالي عدد السطور اللي انا ارتفعتها. سطر حشو سطر من ده. سطر حشو سطر. سطر حشو سطر. سطر حشو سطر. سطر حشو سطر. ثمن سطور. انا باشتغل سطر حشو عادي وبس اشتغل شط حشو في الغرز البعضي. كده ثمن سطر اشتغلتهم ارتفعتهم. لو انت حابة ترتفع عن كده عادي او تقليل الارتفاع عن كده. على حسب الارتفاع اللي انت عاوزيه. هنقفل مع بعض. هروح عند اول قرصة حشو. هاقص القيط. هسحب اللون الثاني. زي ما اتفقنا بنسحب. ما بنسحبش الفتلة الزرقة بنسحب الفتلة اللون اللي احنا عايزين ندخلو. بعي كده بنربط الفتلتين في بعض. هدخل في نفس الغرقة هرتفع السلسلة الاول. وبادخل في نفس الغرزة بنعمل تشتغل غرزة حشو عاديا. واللي بعدية هشتغل فيها غرزة حشو. همشي السطر ده كله بغرز الحشو. هشتغل فوق كل غرزة هشتغل فوقيها غرزة حشو. زي ما متعودين نشتغل بالضبط. هشتغل بنفس الطريقة لحد ما وصلت لنهية الدور. هكون معي بالشكل ده كده. ملوقتي هنعمل اخر سطر مع بعض. انا مرتفعتش انا قفلت بمنزلقة. هشتغل منزلقات. بس هشد الخيط جامد. مش خلي ايدي مراحية في الخيط هشد جامد. هشتغل بسطر ده كله في كل غرزة هشتغل فيها غرزة منزلقة. وهارجع له كتين. اشتغلت بنفس الطريقة منزلقة. لحد ما وصلت لنهية الدور. وقفلت الخيط الزيادة. بقت معي بالشكل ده كده. بسكت بخيط سهل وبسيط. ومش بياخد وقت كبير. وعلى خيط كبير. ممكن نستخدمه في حاجات كثير. لو عجبكم الفيديو او استفادتم منه اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة.